موسيقى أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الباحث والأكاديمي الأردنية الأستاذ الدكتور نضال عياصرة مدير عام المكتب الوطني الأردنية تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد بكائية لدم أخير دخانك أوجع الأبواب طرقا وصوتك ما يزال هناك ملقا نحاسي وينفخ فيك وهم فتخرج من شقوق الحلم حق رمادي شربت النار طوعا فكيف تموت مثل العشب حرقا وكيف وجدك الصلصال تذوي وكيف وأمك الياقوت تشقى بنوك المدعين سجود سهو وقمصانا تفيض عليك فسقا أحل من حرامك كل وجه فعاشوا كاذبين ومتصدقا أيا خال الرياحي وذاك يكفي لتبلغ أخضر الرايات خفقا لأنك من سحاب فاضى أعلى وأنك من مياه النقص أنقى خرجت على البلاد بكأس شعر كأول عابد يسقي ويسقى لأن الشعر آلهة الحكاية ستبقى فيه مكتظا ويبقى سبيلك للعيون فخذ مزيدا وأرخ للقصيدة كي ترقى فحسبك أن للأردن نهرا توزع نبضه غربا وشرقا وحسبك من عيون القدس دمع على طفل إلى الملكوت يرقى وحسبك أن سنقطر ياسمينا وننبت حيث تزرعنا دمشقى عراقيون في دمنا فرات لدجلة ما يزال يفيض دفقا حجازيون لو شحت سماء سنلمع في هوا صنعاء برقا يمانيون حين تفوح نجد من البن العتيقي نصب عشقا نخيليون هذه الأرض تدري بأن والتراب هنا سنبقى ومحكيون في كل الحكاية كأجراس ملأنا الريح دقا ومكتوبون في السبع المثاني كأعلى عروة للخيل وثقا وأما الآن والتاريخ أعمى وكل الجالسين إليه حمقا بأمر البحر ترفضنا المواني وترمينا على الطرقات غرقا فلا نوح ولا جودي ينجي ولا موسى فيمعن فيه الشقا هنا ما يتوقف المعنى لينضي ويلقى في سبيلك ما سيلقى بآخر دمعتين وبيت شعر وصاحبة تموت الآن شوقا سأتلو سورة المسفوك مني وعني وعني سوف أخلع ما تبقى بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا الكتابي أنا الشاعر سعيد يعقوب وهذا كتابي من مسافة صفر وهو عبارة عن ديوان شعر صدر في عمان عن دار الخليج للنشر والتوزيع هذا الديوان الذي يحمل عنوان من مسافة الصفر تم إهداؤه إلى شهداء غزة في العدوان الأخير الذي تعرض له غزة وهذا الديوان كتب مقدمته الدكتور زياد أبو لبن الذي تحدث عن مضامينه والقصائد الواردة فيه وهذه القصائد التي بلغت خمسا وأربعين قصيدة وجاء الديوان في مائة وخمس وسبعين صفحة يتحدث أو يرصد الأحداث التي وقعت في قطاع غزة بعد السابع من تشرين الأول هذه العملية التي قامت بها المقاومة الفلسطينية وما تلاها من عدوان آثم استهدف المدنيين العزل وارتكب فيه الكيان الصهيوني المجازر بحق الآمنين في غزة هذه القصائد التي تضمنها الديوان تمجد الشهادة وتعلي من شأن البطولة وتتحدث عن المقاومين الأبطال الذين اشتبكوا مع العدو الصهيوني من مسافة صفر هذه المسافة القريبة التي تعني الالتحام بالعدو وبآلياته مباشرة مواجهة ويعكس هذا الأمر مدى الشجاعة التي يتحلى بها هؤلاء الأبطال المقاومون المقاومون الذين قاموا ببطولات وتضحيات وعمليات نوعية تعكس جوهر الإنسان الفلسطيني المتشبه بأرضه الصامد على ترابه المقاوم الذي يرفض الحلول التصفوية بالقضية الفلسطينية ويأبى أن يذل لهذا العدو المزود بالأسلحة المتطورة والذي يجد الدعم من الدول الغربية حاولت قصائد هذا الديوان أن ترصد عن قرب ومن مسافة قريبة هذه الأحداث ومجريات العملية العدوانية التي تقوم بها عصابات الكيان الصيوني التي ارتكبت كل ما هو يتعارض مع القانون الدولي ومحقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية وكل ما نهت عنه الشرائع السموية ما يعكس أن هذا العدو هو عدو مجرم لا يحفل بأي قيمة أو بأي قضية إنسانية أو أي احترام للنفس البشرية والدم البشري الخط العربي هذا الفن الجميل الذي أبدأ فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نماد جميلة كانت له مساحة طيبة في حلقتي هذا اليوم أهلاً وسهلاً بكم والآن سنتعلم كيف نحسب ونطبق طريقة الحساب الذهبي للحرف العربي في أولى الحروف حرف الأرف قلنا أن يجب أن يكون لدينا خط أفق نتعلم عليه ثم نحسب بقطة القلم يجب أن تكون عمودية وأفقية حصرة يعني حساب يكون إما عمودي أو أفقي نتعلم فقط نبدأ ومن المصادفات الجميلة أن حرف الألف يصعد أفقي عمودياً سبقة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة نعيد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة في رقم ثلاثة نضع قطة قلم أفقية ونعلم على وسطها نأتي إلى رقم سبعة هنا يوضع القلم لأول مرة في تاريخ القط يوضع حساب دقيق بحيث يعطيك النقطة الأولى أين تضع القلم وكم ميله هذا ميل خط النسخ الميل يحتاج إلى درس خاص الآن فقط نشرح كيف تكتب ننتقل من رقم سبعة نمر على ستة لنمر بأربعة ثلاثة وكأننا نكتب حرف أس تمام؟ إلى رقم واحد نضع قطة قلم أفقية معناه طريق القلم بدأ هكذا من سبعة مرة برقم بين ثلاثة وأربعة مرة بنسف قطة وانتهى بقطة كاملة معناه ميل حرف الألف بالحساب بذهب هو قطة كاملة نبدأ بها ها هي ثم نصعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة منذ رقم ثلاثة نصف ثم نأتي من هنا نمر بثلاثة ونتوقف منذ رقم واحد بميل واحد بهذا الحساب نستطيع أن نكتب ألف ألف بنفس المستوى بنفس الدقة وبنفس الميل شكرا جزيلا أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الباحث والأكاديمي الأردني الأستاذ الدكتور نظال عياصرة مدير عام المكتبة الوطنية الأردنية فاسمحوا لي أن أرحب ضيفي أهلا بك أهلا بك أستاذ الدكتور نظال عياصرة مرحباً ضيفاً عزيزاً على فضاءات وعلى رافدين أعزك الله وبارك الله فيك واسمح لي من هذه الشاشة أنا أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى قناة الرافدين بشكل عام وإلى القائمين على هذا البرنامج بشكل خاص لدورهم في نشر الوعي الثقافي والاجتماعي على المستوى العالم حياك الله دكتور هذه الشهادة نحن تزويها يعني دكتور عندما نريد أن نقصل للمكتبات ونبحث عن تاريخ نشوئها وفكرتها الأولى كيف انطلقت الفكرة الأولى لنشوء المكتبات في التاريخ شكرا أخي محمد بالتأكيد ما أكدت الحفريات الأثرية على أن أولى المكتبات ظهرت في بلاد ما بين النهرين أثناء التنقيب عن الأثار من قام بالتنقيب وجدوا ما يثبت بأن أولى المكتبات ظهرت في هذه المنطقة حيث أن المكتبات لم تكن كمكتباتنا اليوم فالمواد التي كانت تستخدم أو الوسائط التي كان يتم عملية تدوين الطقوس الدينية والشعائر الدينية وكثير من المعلومات الاجتماعية كانت عبارة عن مواد أولية فالإنسان دون معلوماته على الحجر دون معلوماته على الألواح الطينية فنلاحظ على سبيل المثال عند بعض الأمم كان يطلق عليها بيت اللوحات الكبير كانت عبارة عن ألواح طينية أيضا نلاحظ بأن الإنسان كتب على النحاس وكتب على سعف النخيل وأيضا لم يطلق عليها مسمى مكتبات فعلى سبيل المثال للحصر نلاحظ بأن الفراعنة كانوا يطلق عليها مسمى مكان إنعاش الروح عند اليونان كانوا يطلق عليها مصطلح بيبليو آتيكا إذن المكتبات بصراحة كانت محصورة أيضا على فئات معينة من المجتمع فالنبلاء ورجال الدين هم اللي كانوا يجيدوا القراءة والكتابة وكانوا يستخدموا مواد أولية أيضا هذه المواد وهذه المعلومات كانت غير متاحة لعامة الشعب كانت متاحة إلى فئات معينة من هذه الأمم جميل إذن الفكرة الأولى انطلقت من بلاد ما بين النهارين نعم جميل في العصر الحديث اكتشف الإنسان أنه يمكن أن يضع قيما وموادئا لعمل المكتبات سميت هذه المبادئ والقيم بعلم المكتبات لو أردنا أن نعرف أو نطلع بشكل تفصيلي ما هو علم المكتبات أخي محمد إذا سمحت لي في البداية لابد أن أشير بأن هناك ثلاثة إنجازات حضارية كان لها دور كبير في عملية انتشار الكتب والمكتبات نحن تكلمنا في البداية قلنا بأن الإنسان كان يستخدم مواد أولية من أجل التدوين المعلومات عليها فاكتشاف الورق على يد الصينيين واختراع الآلة الطابعة على يد العالم الألماني وأيضا اختراع الحروف الهجائية على يد الفينيقيين كان لهم هذه الإنجازات دور كبير في عملية انتشار الكتب والمكتبات نلاحظ بأن هناك تشجيع على سبيل المثال على التأليف وعلى الترجمة نلاحظ أن المأمون على سبيل المثال كان يعطي وزن الكتاب ذهبا لعملية الترجمة لابد أن أشير بأن هناك تطورات حدثت في علم المكتبات وأنا بصراحة بطلق عليه بأنه خادم العلوم علم المكتبات هو العلم الذي يخدم كافة العلوم لو لا وجود المكتبات لما استطعنا أن نطلع على ثقافات وعلى علوم وعلى معارف الأمم السابقة حتى أنظمة التصنيف إذا بدنا نحكي عن علم المكتبات أنظمة التصنيف أخي محمد أخواننا المشاهدين كانت الألواح الطينية تم عملية وضحة مع الألواح الطينية الرقاء أيضا الجلود كانت توضع مع الجلود أيضا حسب حجم الصفحات تطورت الأمور وتطور علم المكتبات وأصبحت تصنف حسب المواضيع على سبيل مثال مواضيع الديانات لحال أيضا علم المكتبات هناك قواعد وهناك أسس وهناك أنظمة بتم عملية استخدامها سواء كان على المستوى المحلي أو على المستوى العالم جميل حضرتها قبل قليل ذكرت المؤمون وقبلها طبعا حسب ما تقول رواية تاريخية أن هذا المشروع بدأ عليه دهار الرشيد لكن أكمله المؤمون بشكل أوسع وأفضل دائما عندما يطرق الحديث عن علاقة العرب بالمكتبات تذكر الفترة الأندلوسية والفترة الأباسية يعني إذا أردنا أن نقف على بدايات متى اهتم العرب بالمكتبات متى اهتم العرب أو علاقة العرب مع المكتبات وعلم المكتبات هل هناك فترة محددة ممكن أن نحدد ربما سبقت الفترة الأندلوسية أو سبقت الفترة الأباسية دعني أقول بصراحة طبيعة حياة العرب بشكل أهم كانت حياة بدوية التنقل من مكان إلى أخر وهذا يؤثر بصراحة وكان يعتمد على عملية الحفظ نعم نحن نعرف المعلقات حتى القرآن الكريم كان يتم عملية حفظه والأحاديث النبوية مصطلح حتى مكتبة حديث نسبياً كان يطلق عليها اسم دار أو بيت المكتبة الاصطلاح كان يطلق عليها زي بيت الحكمة نعم المكتبات في العالم العربي وفي العالم الإسلامي وأحكي بصدق متأخرة نسبياً لم نجد الآن إنت إذا بدك تحاجد شخص معين أقول لك أعطيني وثيقة فطبيعة الحياة بصراحة الحياة رغم أن الخلفاء اهتموا بالمكتبات نعم ومنعرف إحنا كيف كان التشجيع وكيف كانت البلاد العربية والبلاد الإسلامية كانت مركز إشعاع ثقافي لما يتم عملية تأليفه وكان يتم عملية تشجيع المترجمين وتشجيع العلم وتشجيع العلماء ودخول أقوام أخرى ساهمت في عملية نشوء المكتبات أو الدارات في ذلك الوقت التي كان يطلق عليها لكن من لاحظ بصراحة أيضا توفر المواد أخي محمد توفر مواد الكتابة أحيانا إذا كانوا في مصر بيستخدموا سعف النخيل من أجل عملية الكتابة لما بنحكي الآن في ألمانيا عندما تتوفر الأهل الطابعة ولاعظ أخي محمد لما بنحكي إحنا عن المكتبات العامة وليس مكتبات القصور ومكتبات الأديرة إضافة إلى ذلك أكثر ناس كانوا يهتموا بصراحة بالمكتبات هم رجال الدين لأنهم الطبقة المثقفة والطبقة المتعلمة جميل دكتور نسمع دائما بقانون الحصول على المعلومات أريد أن نقف على هذا القانون يعني ما هو النص لهذا القانون وهل تشترك المكتبات أو المختصون بعلم المكتبات في موضوع صياغة معروف أنه المختصون في القانون هم يضعون الدستور والدستور ثم القانون والتعليمات والأنظمة قانون العلم القانون الحصول على المعلومات هل مختصر فقط على أصحاب القانون أو على المختصين في القانون أم من يعمل في مجال المكتبات له علاقة أو له دور في هذا القانون إذا أردنا أن نتكلم عن قانون حق الحصول على المعلومات قد تكون على سبيل المثال محمية فعلى سبيل المثال إذا الحصر معلوماتك الشخصية رقم هاتفك ملفك الطبي على سبيل المثال المعلومات التي تضر بالأمن الوطني أنا بحكي عن القانون على المستوى العالمي كما هناك في قانون حق الحصول على التعبير وحق العيش وحق العمال هناك قانون للحصول على المعلومات لأن الطالب في المدرسة أو الجامعة أو الباحث أو الصحفي له الحق في الحصول على المعلومات ولكن هناك معلومات على سبيل المثال يُحضر إعطاء هذه المعلومات وهي المعلومات التي محمية ضمن قانون حق الحصول على المعلومات إذا بل نحكي على المستوى الأردن على سبيل المثال من أوائل الدول اللي فيها قانون حق الحصول على المعلومات والآن بتم عملية تعديل القانون ليتماشى مع الممارسات الفضلة والممارسات العالمية فعلى سبيل المثال يجب أن تقدم طلب للحصول على المعلومة من مؤسسات معينة ليس فقط في المكتبات أخي محمد نوضح هذه الفكرة أنه أنا بدي معلومة من وزارة معينة من جامعة معينة إلى الحق أن أقدم طلب للحصول على هذه المعلومة قد أكون أنا متضرر قانونيا على سبيل المثال أو بديها كإثبات قانوني أيضا الآن بنحكي عن مكافحة الفساد وعن المكاشفة وعن حرية الرأي والتعبير ولكن بصراحة قد يجهل البعض بأن هذا القانون فقط مقتصر في المكتبات أو فقط مقتصر على القانونيين الإعلاميين طلبة الدراسات العليا أي مواطن عادي له الحق في الحصول على المعلومة شريطة أن لا تكون هذه المعلومات محمية بسبب السرية على سبيل المثال جميل في ضوء الحديث دكتور على الأردن المكتبة الوطنية الأردنية التي حضرتك الآن أنت المدير العام للمكتبة يعني متفاعلة مع المشهد الإبداعي الأردني والعربي فهل دور المكتبة يختصر فقط في علاقتها مع المؤلفين على ألية الإداء وإقامة النشاطات الثقافية أم هناك دور داعم للمكتبة كما هي بعض المؤسسات أسيما وزارة الثقافة أنه تقدم دعما ماليا للمؤلف وتشترك في طباعة كتابه المؤلفية المكتبة الوطنية فقط هل لها دور داعم للمؤلف يتجاوز موضوع الإداء وموضوع إقامة النشاطات شكرا أخي الكريم بالتأكيد المكتبة الوطنية في وقتنا الحاضر وكل المكتبات بصراحة غيرت من فلسفتها أن لا تكون فقط حافظة للذاكرة الوطنية إذا تم عملية حفظ هذه الذاكرة بين الأدراج أو على رفوف المكتبة ولم يتم عملية إعلام القراء والباحثين والمستفيدين عن هذه المعلومات سوف تكون هي تقليدية فالمكتبات غيرت من فلسفتها فإذا أردت أن أتكلم أنا عن المكتبة الوطنية المكتبة الوطنية في الفترة الأخيرة حولناها إلى مركز إشعاع ثقافي فتعقد المحاضرات والندوات واللقاءات ليس فقط فيما له علاقة زي ما تفضلت برقم إداء وتسليم نسخ من هذه المصادر ووضعها على الرفوف إذا منلاحظ الآن أن المكتبة الوطنية بصراحة تتميز أو ما يميزها عن المكتبات الوطنية العالمية ودائما اسمحوا لي أنا أحكي مثال إنها ثلاثة بواحد فهي مكتبة إداعية وهي أرشيف وطني إذا منلاحظ في العراق في مصر هناك الأرشيف لوحده وهناك المكتبة الوطنية لوحده أيضا المكتبة الوطنية فيها مكتب يعني بالمحافظة على حق المؤلف والحقوق المجاورة ودعوني من هذا المنبر أن أوضح بأن المكتبة الوطنية لا تقتني فقط الكتب هي تقتني الدوريات وأيضا المواد السمعية والبصرية والمواد السمع بصرية والمجسمات لكن الفكر السائد أن الكتب لأن الغالبية العظمى من مقتنياتنا هي عبارة عن الكتب أيضا لا بد أن أوضح بأن المكتبة الوطنية الآن تقوم بعملية عقد دورات لتأهيل الكوادر في المؤسسات المختلفة للدولة وفي القوات المسلحة دورات لها علاقة بعملية تنظيم المعلومات من فهرس وتصنيف كي تكون جاهزة هذه المؤسسات في تقديم المعلومة وتطبيق قانون حق الحصول على المعلومات لأن أخي الكريم قد تكون أحيانا المؤسسات لديها الإجابة على طلب المستفيد لهذه المعلومة ولكن بسبب سوء التنظيم أو بسبب الكم الهائل من المعلومات التي يتم عملية خزنها بطريقة صحيحة لا تستطيع المؤسسة أن تقدم المعلومة لطالبيها فلابد أن أشير أيضا بأن هناك دور لمكتبة الطفل ما له الحق في أنه ينتسب إلى هذه الدورات التي حضرتك تفضلت بها دورات المأسسة المأسسة وإعداد الإرشيف وتنظيم يعني فقط ما يعني يرشح من دائرته المختصة في هذا المجال أم أنه ممكن مواطن عادي يدخل إلى هذه الدورات حتى يتعلم كيف يطلع على علم المكتبات أحكي بصدق يعني إحنا بالدرجة الأولى من ركز على موظفي هذه الدوائر والمتخصصين فمن يعمل في دواوين هذه المؤسسات هو المسؤول على تنظيم هذه المعلومة لكن هذا لا يمنع أن طلبة المكتبات طلبة القانون إذا والله يتوجهونها أو بحاجة إلى دورات تدريبية أنا ما عندنا أي مشكلة ولكن كل مؤسسة من مؤسسات الدولة سواء كانت المؤسسات العادية التي هي كالوزارات أو المؤسسات الإعلام أو الجامعات هي تتعامل مع مقتنيات تتعامل مع معلومات تتعامل مع أرشيف حتى إحنا الآن في هذه القناة القناة عندها أرشيف طب كيف أسترجح حلقة معينة على سبيل المثال إلا إذا قمت بعملية أرشفة هذه البرامج معذرة من دكتور سنك من بعد الفاصل فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الباحث والأكاديمي الأردنية الأستاذ الدكتور نظال عياصرة مدير عام المكتب الوطني الأردني عودي لك دكتور نتحدث عن الذين تشملهم دوراتكم في ما يخص علم المكتبات وقلت في الغالب تركزون على الموظفين المختصين في الدوار ذكرت حضرتك قلت طلاب المكتبات من يدرسون علم المكتبات في الجامعات وقلت طلاب القانون معروف طلاب المكتبات مؤكد أنه يجب أن يحصلوا على هذه المعلومة لكن طلاب القانون ما علاقتهم في علم المكتبات أخي بكريم نحن نعرف الآن أن المكتبة الوطنية لديها كما أسلفت في بداية هذا اللقاء مكتب يعني بحق المؤلف والحقوق المجاورة فهناك اعتداءات يتم أحيانا على المؤلف أو من يجاور المؤلف في هذه الحقوق فمنعرف أننا الآن في محطات فضائية منعرف أننا الآن في كتب يتم عملية قرصنتها في كتب يتم عملية استنساخها في برامج يتم عملية بثها من يتعامل؟ من يرافع في المحاكم؟ إذن أصحاب الحقوق بلجأوا لمن؟ بلجأوا للقانونيين للدفاع عنهم بتم توكيلهم والدفاع أو المثول أمام القضاء هذه بالنسبة لمتخصصين في مجال القانون أيضا نعرف بأن الجريدة الرسمية التي تصدر عن رئاسة الوزراء والتي كانت تسمى في ذلك الوقت الشرق العربي التي صدرت عام 1923 والآن أصبح مسمىها الجريدة الرسمية القوانين والأنظم والتشريعات أكثر ناس بصراحة يستخدموا وترددوا لطلب هذه القوانين هم المتخصين في مجال القانون يعني يطلبون نسخ من هذه الجريدة يريد أن يحصل على المادة التي يرتكز عليها على سبيل المثال أيضا أخي محمد باقي طلبة ترددوا على المكتب لأنه نحن الآن عندنا مقتنيات كما هو الحال في المكتبات الجامعية فطلبت الدراسات العليا طلبت البكالوريوس الدبلوم حتى صارت فيه موضع جديد الآن أن بعض الناس على سبيل المثال عنده مناسبة معينة بدل ما يضيع الوقت يذهب للمكتبة الوطنية بيطالع لأنه نحن عندنا عملية القراءة الداخلية والاطلاع الداخلي لدينا أكثر من 250 ألف كتاب متاح للباحثين في المكتبة الوطنية ممكن شعر ممكن نثر ممكن مراجع ممكن قواميس الصحف اللي بتصدر في الأردن على سبيل المثال نحن محتفظين من أول عدد لآخر عدد موجود عندنا في المكتبة الوطنية فالباحثين والدارسين والمهتمين يستطيعون أن يحضروا للمكتبة الوطنية جميل على حديث الجرائد وهناك إرشيف خاص بالجرائد العردنية حضرتك ذكرت قبل قليل جريدة الشرق العربي هي أول جريدة صدرت في الأردن نعم عام 1923 علمت أنكم طبعتم نسخ النسخ الأولى نعم لهذه الجريدة والآن تحتفظوا بها في إرشيفكم كيف صدعتم أن تحصلوا على هذه النسخ النسخ الأولى للجريدة للأمانة ضمن احتفالات المملكة بمرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية كان عندنا عدة مشاريع من ضمن هذه المشاريع إعادة ليس طباعة إعادة إصدار لأننا قمنا بعملية تصوير الجريدة الرسمية من أول عدد صدر لآخر عدد جريدة الشرق العربي بنفس طريقة الطباعة للأمانة أحكي بصدق أخي محمد قعدنا لمدة عام كامل لأن هذه الجريدة إما ورقها يعني بصراحة بالي إما بعض الصفحات ممزقة ولم نجد في مؤسسة من مؤسسات الدولي الأعداد كاملة بشكل جيد يعني قد يكون عندي في المكتبة الوطنية ولكن عندي ست سبع صفحات على سبيل المثال بسبب كثرة الاستخدام ممكن مهترية ممكن الكتابة عليها فاستطعنا بصراحة أن نتواصل مع مؤسسات الدولة وأصبحنا نقوم بعملية الاختيار وين الصفحة أفضل وين وقمنا بالعملية إصدار الطبعة الأولى في عام 2023 بمناسبة مرور مئة عام على صدور جريدة الشرق العربي في هذا العام عملنا أيضا نسخة مزيدة ومنقحة وإن شاء الله خلال الشهر القادم سوف تصدر الطبعة الثانية من جريدة الشرق العربي بمناسبة احتفالات المكتبة الوطنية باليوبي للفضل لتولي جلال السيدنا سلطات الدستورية نعم متى توقف اصدار هذه الجريدة؟ الجريدة تصدر لغاية الآن لكن كان اسمها في ذلك الوقت بمعنى كانت كانت الشرق العربي كانت الشرق العربي بالنسبة إلى إمارة شرق الأردن نعم وبعد ذلك أصبحت يطلق عليها مسمى الجريدة الرسمية لغاية وقتنا الحاضر تصدر فيها القوانين والأنظم والتشريعات ولكن أخي محمد يعني كل جرائد التي تصدر تسمى تحت الوقاعة العراقية مثلا بالعراق تسمى جريدة الوقاعة العراقية التي تنشر فيها القوانين والأنظم والتشريعات التي تصدر عن رئاة لكن ما يميز جريدة الشرق العربي في ذلك الوقت نعم بأنها وسيلة الاتصال ما بين الدولة وما بين المواطنين ما كان فيه لا صحف ولا كان فيه إذاعات فأيضا ما يميز هذه الجريدة بأنها كانت عبارة كان يكتب فيها الأدباء والمثقفين والشعراء إذن هي جريدة عامة ليست فقط مختصة بالتشريعات كانت عامة في ذلك الوقت أما الآن فهي متخصصة في التشريعات التي تصدر عن الدولة نعم جميل دائما أسمع منك تقول أن المكتب الوطني الأردنية ذاكرة الوطن طبعا معروف الدول الأخرى هناك دوائر مختصة بإرشيف الدولة وهناك مكتبة مكتبة عامة هل أفهم من ذلك أنه إرشيف الأردن مع عمل المكتبة أنه تقوم بمهامها التي من خلال عنوان المكتب الوطني الأردنية هل أن المكتبة أيضا تحتوي إرشيف البلد أنه اختصرت دائرتان في دائرة واحدة بدلا أن يكون هناك دائرة لإرشيف هناك دائرة مكتبة أنه إرشيف الأردن الآن ضمن المكتب الوطني تعني أقول ثلاثة في واحد بدل اثنين في واحد ثلاثة في واحد في بعض الدول أخي محمد وإخواننا المشاهدين هناك هيئة تعنى بحق المؤلف والحقوق المجاورة لا تتبع على المكتب الوطني مثل على سبيل المثال في بعض دول الخليج العربي في بعض دول هناك الأرشيف الوطني أو دار المحفوظات مثل عراق ومثل مصر والمكتبة الوطنية أيضا لوحدة لكن في المملكة الأردنية الهاشمية المكتبة الوطنية هي مكتبة إداعية مكتبة الدولة والمكتبة الذاكرة الوطنية هي أرشيف وطني وأيضا فيها المكتب الذي يعنى بيئة المحافظة على حق المؤلف والحقوق المجاورة صدر في عام 2017 قانون الوثاق يلزم كافة المؤسسات بأن تودع نسخ من وثائقها في المكتب الوطني وأنا دعني أحكي بصدق بأن للأسف الشديد هناك عدة مؤسسات تحتفظ به الأرشيف والبعض على سبيل المثال يعتقد بأن هذا الأرشيف هو ملك لمؤسسته لجامعته لوزارته ولكن المفروض أن تكون المكتبة الوطنية بمثابة البنك المركزي لهذا الوثاق ولا يمنع ذلك بأن تكون لدى هذه المؤسسات الأرشيف الخاص بها كما هو الحال الآن بالنسبة للبنوك الرئيسية والبنوك الفرعية هل بطلق عليهم أحيانا بنوك المعلومات كما هو في البنك التجاري في أيضا بنك يُعنى بالمعلومات بغض النظر عن الوسائط التي تحفظ بها هذه المعلومات جميل المكتبة الوطنية الأردنية صرح ثقافي معرفي كبير وهذه شهادة جميع من يتواصل مع النشاطات الثقافية الدورية التي تتبنىها المكتبة فلو أردنا أن نعرف مكانتها في خريطة المكتبات العالمية ماذا نقول إذا أردت أن أحكي أولا على مستوى المحلي فهي أم للمكتبات واسمح لي بهذا التعبير وإخواننا المشاهدين أنا دائما أقول الأم بتلم إذن هذا يعني أن تكون المكتبة الوطنية مظلة للمكتبات على المستوى الوطني وهي التي تعنى بعمل الفهارس الوطنية وهي التي تعنى بإصدار شهادات مواليد معرفية لكافة المعارف التي تصدر على المستوى الوطني أحكي بصدق يعني المكتب الوطني أسست بالخمسة وسبعين نعم وبالخمسة وسبعين بصراحة يعني مش قديمي جدا إذا أردت أن أتكلم على مستوى الإقليمي فالمكتب الوطنية للأمانة تحتل الصدارة على المستوى الإقليمي نعم على المستوى العالمي أيضا الآن إن دور أخي محمد حيث أن المكتب الوطنية وبدير عام المكتب الوطنية يشارك وهو الممثل للمملكة الأردنية الهاشمية في المنظمة العالمية لحقوق الملكي الفكري المكتب الوطنية عضوا في العديد من الجمعيات والاتحادات على سبيل مثال جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات في جامعة الدول العربية في ملاوة علاقة بالملكية الفكرية للأمانة لا أريد أن أضخم ولا أريد أيضا أن أقلص من دور المكتب الوطنية المكتب الوطني الآن بصراحة تسعى للعالمي ولكن هناك بعض الظروف أحيانا سواء كانت المادية أو العمر الافتراضي يعني أنا ما بقدر أقارن على سبيل المثال مكتب أسسة عام 1975 بمكتبة الإسكندرية على سبيل المثال وهنا لا أعني مكتبة الإسكندرية الحديثة أنا بحكي عن المكتبة القديمة أيضا وأحكي بكل صدق على المستوى الوطني العربي يعني تنبهنا متأخرا لموضوع المكتبات الوطنية على المستوى العالمي جميل يعني قبل ظهور ثورة أو ثورة الإلكترونية واتساع مساحة المواقع الإلكترونية يعني الآن أغلب الناس عندما يريد يحصل على معلومة يذهب إلى إلى البحث من خلال المواقع الإلكترونية إلى أقود قريبة كانت المكتبة هي المصدر الأكبر والمصدر الأساس يعني شكل عام مكتبات يعني للمعلومة والفكرة وال وما يخص العلم والبحث الآن أمام هذا الاتساع للثورة الإلكترونية إلى أي مدى أثرت على دور المكتبات في حضورها في المشهد الثقافي والعلمي والمعرفي في المجتمعات أشكرك على هذا السؤال بالتأكيد نحن نعيش الآن في عصر يتسم بأنه عصر الانفجار المعرفي وعصر التطور المذهل في مجال تكنولوجيا المعلومات أخي محمد المكتبات كباقي مؤسسات الدولة استفادت من التكنولوجيا ووظفت التكنولوجيا في مجال عملها الخدمة تغيرت أصبحت الخدمة الآن تأتي إلى المستفيد ولا يذهب المستفيد إلى المؤسسة للحصول على هذه الخدمة فإذا أردنا أن نتكلم الآن عن ما ينشر وما يطبع إلكترونيا أنا بحب طمنك وبحب طمن إخواننا المتابعين بأن المعلومات البحثية والمعلومات المتخصصة لا يستطيع الشخص أن يحصل عليها بالمجال فعلى سبيل المثال للحصول الدول العربية بجزء أقل دولة تدفع اشتراك في قواعد البيانات وقواعد البيانات عبارة عن مكتبات إلكترونية مكتبات إفتراضية لا يقل عن خمس مليون دولار في السنة نعم عندنا في الأردن بتوقع ما بين 7 إلى 10 مليون دولار اشتراك في قواعد البيانات لأن أخي الكريم الدوريات الآن قواعد بيانات في هناك مكتبات إلكترونية الكتب العادي ودووين الشهر لأن تشترك المكتبات فلا يعني أنه الآن دخول التكنولوجيا أنه عمل على تقليص دور المكتبات أنا باعتقادي أنه كمل دور المكتبات فإذا كانت الدورية على سبيل المثال تصدر في دولة ما حتى تصل هذه المجلة من أمريكا وبريطانيا بمر شهر شهر ونص أصبحت المعلومات اللي موجودة في هذه المجلة قديمة الآن من فائدة التكنولوجيا أنه من خلال اشتراكي بهاي الدورية بستطيع أن أطلع على المعلومة فور صدورها فالمكتبات كما هي الآن محطات التلفزة كما هي الآن المؤسسات الطبية كما هي الآن المؤسسات الزراعية وظفت التكنولوجيا في مجال عملها فهي سهلت سرعت بالتأكيد أنه الآن هذه المؤسسات غيرت من فلسفتها هل بستطيع أقول أنه الآن المواقع الإلكترونية قللت من شأن ومن دور المؤسسات الإعلامية؟ لا المؤسسات الإعلامية أصبحت توظف التكنولوجيا فبدل صدور الجريدي بشكل ورقي أصبحت تصدر بشكل إلكتروني الآن على سبيل المثال سابقاً يتم عملية تصوير تقرير الماء حتى يصل ويتم إرساله الآن يتم عملية توظيف التكنولوجيا في عملية بث المعلومات من مواقع الحدث بشكل مباشر جميل يعني سعدنا بهذا الحوار الممتع معك الصديق الحبيب الأستاذ الدكتور مدير عام المكتب الوطنية ويتمنى لكم التوفيق في هذا المسعى في مجال المعرفة والتفاعل مع المشهد الثقافي شكراً لك على هذا الحوار المثمر شكراً أخي محمد شكراً لك أيها الصديق الحبيب وشكراً للقائمين على هذا البرنامج لتسليط الضوء على هذه المواضيع المهمة وعلى ذاكرة الوطن شكراً لك مرة أخرى أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن وتابع حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة